نروح لخبر تاني بوكتينيو زي ما بقوله ده المدير الفني طبعاً لباريس سان جرمان فيه كلام كتير حول مصير هذا المدرب الارجنتيني وفيه مطالبات كبيرة جداً برحيله عن باريس سان جرمان بعد الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد مبارح ليوناردو المدير الفني لريال مدريد عبر قناة RMC قال ما حدث هو مصيبة يعني اللي حدث ده مصيبة لكن مش هندفن يعني دماغنا فيه التراب من الصعب جداً تفسير ما حدث لكن خطأ دوناروما كان خطأ حاسم كمان يوناردو المدير الريادي لباريس سان جرمان وجه بعض الهجوم على حكم اللقاء وإنه من العرق أن يكون قرار التحكيم حاسماً في هذا النوع من اللحظات لكن علينا التحلي بالهدوء كمان قال يجب أن نحاول تحسين هذا الفريق والحفاظ على الروح المعنوية لاستكمال مشوارنا في الدوري الفرنسي أنهى ليوناردو كلامه وقال أن علينا أن نبقى معاً في كوتينو لا يزال في منصبه هذا الموسم لكن زي ما بقول لحضراتكم علامة استفهام كبيرة جداً على البي اس جي والغرور والتعالي وعدم يعني احترام الخصم في وقت من الأوقات وإذا تنقلب الطاولة على لعبي باريس سان جرمان نشوفنا أداء يعني أداء ميسي أداء مبابيه كان أكثر أكثر من رائع لكن نيمار كمان نيمار بيقدم في رأيي تخازل كبير جداً جداً نقل التخازل ده للاعبته وبالتالي عودة قوية جداً جداً للريال بتتكلم عن مودريش صاحب السبعة وتلاتين عام وقد إيه القدرة الهجومية والدبعية لهذا اللعب كريم بن زيمة وسلاسية رائعة هترك من يعني من الدهب زي ما بيقول وكل دوت هننقش إن شاء الله